سلام عليكم قصتنا الليلة قصة من القصص الرائعة وقصة فيها أحداث جميلة ومشوقة جدا بكل ما تعنيه الكلمة لذلك قبل أن نبدأ في سرد أحداث القصة كالعادة لا تنسون تدعمونا باللايك لهذا الفيديو بارك الله فيكم عام 2007 في إحدى ضواحي العاصمة السورية دمشق وتحية لأهل سوريا وليهون السامعين جميع فيه امرأة ينقلها أم رامي أم رامي هذه سالفتها سالفة تزوجت من أبو رامي قبل تقريبا 20 إلى 25 سنة والله سبحانه وتعالى أرزق أم رامي من هذا الرجال ولد وحيد سمته رامي وطبعا أبو رامي بعد كم سنة زواج وبعد ما جاه أم رامي الرجال توفي بحادث سيارة وظلت المسكينة أم رامي وحيدة هي وولدها الوحيد وبلشت بالمصاريف ومن هنا ومن هناك وبو رامي ما ترك لها شيء إلا رحمة الله عز وجل اللي هي أفضل من كل شيء بعد فترة جو أهل أم رامي عليها وقالوا لها أنت يظلين حرمة وحيدة الحالش فيها البيت وما يصير والمهم حاولت قدر الإمكان أنها تظل ساكنة في منزل زوجها لكن إخوان زوجها كذلك كانوا يعني يضايقونها في بعض الأحيان حاطين عينهم على البيت ويقولوا لك الولد هذا رامي صغير وعلى بين ما يصير ويكبر ويمكن يموت ويمكن يعيش الدنيا وما فيها وطمعها المهم أهل أم رامي إخوانها وأبوها رجعوا أهلها عندهم على البيت وعاشت هي أولدها سنتين ثلاث لكن هالسنتين ثلاثة مرا على أم رامي وكأنه اندهر وكأنهن ثلاثين سنة لأنه أم رامي كانت عايشة بين زوجات إخوانها وزوجات إخوانها ما صدقا على أنها رجعت على البيت والإخوان عايشين فيه بيت عربي كبير بيت سياح نياح كل من له جناحه والنسوان هذنه استخدما يعني جتهن أم رامي خدامة اللي صارت تنام للظهر واللي ما تقعد للساعة عشره دعش والكل صار يتكل على أم رامي أم رامي المسكينة هي اللي تطبخ وهي اللي تكنس وهي اللي تنظف والكناين هذنه نومتها للظهر عدا عن البهادل عدا عن الكلمات اللي إلطشنها الأم رامي والمسكينة أم رامي لا حول لها ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تشكي لإخوانها يا فلان زوجتك تقول كذا زوجتك مدري شنو يا فلان لكن لا حياة اللي من تنادي المسكينة لا تقدر تطلع لا تقدر تفوت يعني هي تطلع وتروح وتجي لكن إذا طلعت النسوانها ظنه نسوان أخوانها أي سولها عرس ما صار وأول ما يجون أخوانها من شغلهم ويقولوا لهم والله إيه هذه أم رامي طلعت وراحت إيه وأختكم هذه راح تجيب لكم العار وبكرة تجيب لكم الفضيحة وبكرة مدري شنو وهذه أرملة والناس قاعدة تسولف وطلعتها محسوبة ونخاف تجيب لنا بلو وتسوي لكم فضيحة يم عودين ديروا بالكم ترى أخذكم هذه لا ترفعون إيدكم عنها أبدا يعني لا ترفعون إيدكم تخليكم ضغطين عليها ولا تعطونها حريتها تطلع وتروح وتجي على كيفها والإخوان هذول أذانهم عند نسوانهم والمسكينة هذه تعاني بالليل وبالنهار وعلى تنظيف وغسيل وتكنيس والدار الولد وتروح الأيام وتجي الأيام بعد مرور فترة من الزمن صاروا بعض رجال هالمنطقة أو الحي يتقدمون الخطبة أمرامي أمرامي في البداية كانت مترددة لكن بعدين قالت لك يعني ممكن أتزوج واحد ابن حلالي خاف الله وأخلص من هالبلة وهالعيشة السودة اللي عايشتها المهم تقدم لها في يوم من الأيام واحد من هالرجال رجال ينقال له أحمد أحمد هذا تقريبا بالخمسة وأربعين سنة متزوج ووده يتزوج الثانية أو قال لها طبعا سوالها البحر طحينة وشلب عقلها حلاوة وراح أسوي لش وراح كذا لكن أمرامي كان عندها شرط وحيد بهذا الزواج ولا همها رجل ولا همها أنها يعني تتزوج لكن همها هالولد هذا رامي وهمها أنها تتخلص من العيشة السودة اللي عايشتها مع نسوان أخوانها وكان شرطها الوحيد أنه ولدها هذا يتربى معاها والرجال أحمد هذا اللي تقدم الخطبتها وافق على هذا الشرط وقال لها ما عندي مشكلة أبدا حال هالولد مثل حال ولادي طبعا أحمد عنده أبناء وبنات من زوجته الأولى المهم بعد حوالي أسبوعين زمان تزوج أحمد من أمرامي وانتقلت أمرامي وارتاحت من البلاوي والأفاعي اللي كانت عايشة بيناتها وصارت أقل ما يمكن تحط راسها وتنام وهي مرتاحة تقعد الصبح لا في زوجة أخ وهذه أحيانا تتأخر المسكينة تعبانة تتأخر بالنوم شوي يقومن الدنيا وما يقعدنها عليها المهم عاشت أول أيامها سمنة على عسل هي وأحمد لكن الزوجة الأولى الأحمد امرأة قوية جدا ما استوعبت أنه هذا تزوج عليها ومنه تزوج الأرملة هذه المسكينة أمرامي المهم صارت هذه الزوجة الأولى كل يوم والثاني تفزع لأمرامي على البيت اللي ساكن فيه أو يناتفن الشعر ورد الحرمة عن الحرمة وتقوم الدنيا وما تقعد أو يفزع سكان الحي ويفزع سكان الشارع ويا بنت قولي لأمك والله اليوم الضرائر متناتفات الشعر والمسكينة هذه أمرامي تحاول يعني قالت لك أنا واقع على ضرة ودي أتحمل يعني أنا اللي وقعت عليها مو هي اللي وقعت علي ومن الأساس تعرف أنها راح تتزوج على ضرة المهم المشكلة عند أحمد أحمد كان بصف زوجته الأولى وشوي شوي بعد تقريبا أربع خمس شهر بدأ ينقلب شوي شوي على أمرامي وصارت معاملته سيئة ضرب وإهانة على الطالعة وعلى النازلة وصار يضرب ولدها ولدها رامي صار عمره تقريبا أبو خمس ست سنوات سبع سنوات والرجال يعني ما عد هو أحمد اللي سوالها البحر طحينة وقال لها أحلام وردية وراح عايشش وراح مدري شنو الرجل انقلب عليه 180 درجة والمرة تتحمل واليوم ينصلح وبكرة ينصلح وتدعي الله سبحانه وتعالى أنه يهديه لكن البل الأكبر كان في الضرة ضرتها هذه الأولى الزوجة الأولى كل يوم وانها فزعانة عليها وتفزع سكان الحي والحارة عليها بعدين قالت يعني طويلة والأيمة يعني ودي ظلمت حملة ويجي عليها أحمد هذاك اليوم قالت يا أحمد حل شعر اللي بيني وبينك انقطعت وطلقني الآن يا بنت الناس يهديت يرضيت شنو اللي صاير قالت ما تدري شنو اللي صاير اي أنا هربت من الويل اللي كنت عايشي فيه عند زوجات إخواني وظلم إخواني لي والآن طلعت لي أنت وزوجتك اي ضوقتوني المر والمرار لذلك طلقني أحسن لك قال هو اذا ما طلقتش يعني شنو تسوي قالت فيه دولة وفيه قانون وفيه محاكم أرفع عليه قضية والمحكمة بيني وبينك اتهدديني بالمحاكم وبالقانون وماذا شنو قالت لا أهددك ولا تهددني هالحياة اللي بيني وبينك ولا ممكن أنها تستمر بهالطريقة وطلقني يا أخي أنا خليني أعيش حياتي وانت عيش حياتك انت وزوجتك هذه يا أخي المهم الرجال هذا يعني قال لك بكرة هذه ترفع عليه قضية الطلاق ويا بنت قولي لمتش والله أمرامي رافع على أحمد قضية الطلاق وصير سيرة على كل لسان حاول معاها من هناك قالت أنا مصمم مع الطلاق ويقوم يطلقها هذا كل يوم والآن أمرامي ما بدها ترجع لعند إخوانها راح ترجع حليمة على عادتها القديمة وراح تعيش على حياة الظلم والإهانة اللي كانت عيشتها قبل أو أبوها متوفي وأمها متوفية ما في حدا يوقف بجانبها وللأسف بعض الإخوان يعني اللي يكون عندهم أخت مطلقة ولا أرملة تلاقيهم يلحقون هوا زوجاتهم ويصيرون على أختهم أختهم اللي هم مفروض يكونون سند إلها ويلحقون كلام زوجاتهم وعلى أختك اطلعت وأختك مدري شنو أختك اتصلت وأختك اليوم لابسة وأختك اليوم متمكيجة وأختك مدري شنو في النهاية البنت هذه مالها سند إلى الله عز وجل المهم بالنسبة لأم رامي قررت أنها ما ترجع لعند إخوانها وإخوانها طبعا سمعوا في قضية الطلاق وحاولوا أنهم يرجعونها ونسوانهم يحرضنهم من هنا ومن هناك وأحل على قلبهم من العسل ترجع لهم الخادمة ودهم واحدة تخدم عليهم وتنظف وتطبخ وتغسل لكن قررت هذاك اليوم أم رامي أنها تغادر الحي والمنطقة إلى حي بعيد جدا وتلف ولدها هذاك اليوم وتختفي عن الأنظار أبحثوا عنها سألوا عنها أخوانها من هناك يدورون يسألون ما عثروا لها على أي أثر أم رامي انتقلت إلى الجهة المقابلة من العاصمة دمشق يعني هي كانت في الشرق صارت في الغرب وصارت تشتغل في تنظيف المنازل وتعرفت على كثير من أصحاب المنازل واستأجرت لها غرفة ومطبخ صغير وصارت تتربيها الولد رامي طبعا صار يكبر شوي شوي وصارت تتربيه كل شبر بنذر وبعض الأحيان تاخذوا معاها على هالبيوت اللي يتنظف فيها تشطف دراج تعزل البيوت تشتغل عندها النسوان اللي عندها موكيتة ودها تغسلها اللي عندها بيت ودها تعزله وأمورها ماشية يعني المرأة مستورة وما مشت فيه طريق الخطأ على الرغم من أنه أمرامي عندها جمال لا يستهان فيه لكن المرأة تخاف الله والمرأة اللي تخاف الله لو ترميها بين ألف رجل ولا ممكن واحد يقدر يلمس شعره من شعرها واللي ما تخاف الله عاد هذه على أتفه الأسباب وأهون الأمور تلاقيها تبيع أهلها وتبيع عاداتها وتبيع تقاليدها وتبيع المجتمع وتلحق شهوتها المهم أم رامي من بيت البيت ومن درج الدرج وتربي هالولد هذا ودخلته فيه المدرسة وتروح الأيام وتجي الأيام وتمر الأشهر والسنين رامي صار يكبر شوي شوي بعد ما دخلته المدرسة الولد طلع ما هو فالح فيه الدراسة وصل إلى المرحلة الابتدائية وبعدين طلع من المدرسة صار يشتغل في بيع كياس النايلون في الأسواق يشتغل على البسطات ومن هنا ومن هناك صار شوي شوي يساعد أمه فيه المصروف والخرجية وصار يكبر أو يكبر لحد ما صار هذاك اليوم تقريبا فيه بداية العشرينيات وأمه صارت تقريبا في نهاية الأربعينيات وطبعا رامي لما صار فيه سن العشرين صار شاب ولا كل الشباب هالطول وهالجسم وما شاء الله هالهيبة ويدير باله على حاله ويعتني بنفسه ويلبس أحسن اللباس وشغله ماشي حاله ويشتغل فيها الأسواق وتعرف من خلال عمله على مجموعة من الشباب والأصدقاء هذوله كل يوم خميس رامي وأصدقائه يروحون على أحد النوادي الليلية يسهرون وتهل الليل كل من يرجع على بيته وطبعا بعد ما وصل رامي له العمر هذا أم رامي ما عاد تشتغل فيه التنظيف وصار يعني رامي هو اللي يصرف عليها ويدير باله عليها لكن الأحوال المادية تعبانت جدا يوم اللي يشتغلون يوم اللي يشتغل رامي يأكلون يوم اللي ما يشتغل يا الله يدبرون حالهم المهم في يوم من الأيام وفي أحد النوادي الليلية اللي معتادين يرتدونها رامي وأصدقائه ويشوف هذاك اليوم رامي بنت اتطير العقل بنت أول مرة يشوفه بجمالها وحاول يتقرب منها البنت حاول أنه يسولف معاها من هناك الولد يعني عشق البنت وهان فيها من أول مرة شافها فيها إنها بل والبنت هذه ما أعطته وجهها أبدا والبنت هذه شايفة نفسها الزيادة عن اللزوم والبنت فعلا هذه جمالها وأنوثتها طاغية جدا مرة السهرة هذاك اليوم بدون ما يقدر يحصل منها رامي شيء لا نظرة لا ابتسامة البنت ما أعطته وجه نهائيا صار رامي يجي بس مشان يشوف البنت وودي يعرف البنت هذي من وين وشنو جنسيتها طبعا رامي صار يشوفها بأحلامه وهو نايم وهو صاحي يتخيلها بين عيونه البنت خذت عقله المهم صار كل خميس خلاص يجي على النادي هذا الليلي وما عاد يروح مع أصدقاءه على النوادي الأخرى بالعادة كل أسبوع مثلا والأسبوع إن يغيرون النادي الليلي لكن صار يجي لحاله ويقعد ويراقب البنت البنت هذي تيجي كل أسبوع ورامي يحاول معاها من هناك يا بنت الناس ولم عبر رامي إذا في حدا اسمه رامي أو رامي ما كأنه موجود أبدا على الرغم من أنه رامي شاب جميل وجسم وعضلات وشاب يعني ملفت للنظر لكن ما يدري رامي شنو السبب شنو الموضوع ما هو عرفان البنت هذي شنو سالفتها البنت هذي الله يسلمكم بنت اسمها سيلفانا سيلفانا عمرها تقريبا في بداية العشرينيات 22-23 سنة البنت هذي بنت عائلة ثريج جدا وأبوها يشتغل في روسيا أو عنده مصانع وعنده عمال وعنده شركات وعنده أموال ماتا كلها النيران وهذي سيلفانا هي البنت الوحيدة لهذا الرجل وأبوها عايش في روسيا وكل فترة أو الثانية يجي زيارات في الصيف في بعض الأوقات يجي على سوريا يمضون الأسبوع أسبوعين زمان ويطير على روسيا البنت هذي موليد روسيا خلقانا بروسيا وماخذة من جمال أمها الروسية شقار على حمار على بياض على يعني كوكتيل طالع وهذا اللي إهبى الرامي يقول لك شنو هالجمال هذا اللي لا صار ولا تصور ويحاول معاها لكن البنت لا حياته لمن تنادي وسيلفانا هذي كانت فيها ذاك الوقت حاصلة مشكلة بينها وبين أهلها وفي نهاية قررت أنها تنزل على دمشق أبوها طبعا عنده أكثر من فيلا في دمشق أو عنده سيارات وعنده مزارع كذلك رجل الله سبحانه وتعالى معطيه فاتح عليه والبنت قررت أنها تبتعد عن أمها وأبوها مشان ما تطور المشاكل والبنت يعني تعرفون اللي عايشة في روسيا وجاية على دمشق ففي عندها أنفتاح زيادة عن اللزوم الحرية هذه فالبنت يعني كلاس قولات اللي يقولون وعايشة حياتها بطوله بالعرض ولا حسيب ولا رقيم وتجعل هالنادي الليلي هذا تعيش حياته تسهر وتطلع على الأماكن السياحية وراكب السيارة آخر طراز الدولارات تلعب فيها لعب وعندها أحساب في البنك وعايشة حياتها يعني ورامي طبعا ما يعرف السؤال في هذه كلها لكن بس وده نظرة من هالبنت المهمة تروح الأيام وتجي الأيام في يوم من الأيام سيلفانة هذه تتعرف على الدكتور الدكتور هذا ينقل له الدكتور ماجد الدكتور ماجد شاب كذلك جسم وطور وهيبة ويعني تشوف هذا الدكتور تقول ما شاء الله تبارك الله وعلى الرغم من أنه الدكتور ماجد عمره تقريبا خمسة وثلاثين ستة وثلاثين سنة إلا أنه كان من أمهر وأشتر الأطباء في اختصاص النساء دكتور نسائية وتوليد ويعمل في أحد أفخم المستشفيات في دمشق المستشفيات الخاصة ورجل يعني له ومكانته ومركزه ومعبي مطرحه مثل ما نقول لكن القلب هو ما يهوى وأحيانا الواحد لما يجري وراء واطفه ممكن يروح إلى أماكن ما يتوقع بحياته أن يروح عليها الدكتور هذا يعني كان ضايج هذاك اليوم وقرر يروح هو واحد من أصدقائه يروح على هالنادي الليلي هذا يقضونهم ليلة سهرة وكل من يروح في حال سبيله لما جو ويشوف الدكتور ماجد سيلفانا هذه الروسية طار عقله فيها وهي كذلك طار عقلها فيه لكن البنت هذه سيلفانا ما هي بتاعت حب وإخلاص يعني البنت ودها تمضي يومها تمضايت يوم يعني تمضايتها السهرة هذي ويا دار ما دخلت شر المهم لقاء عابر كان لكن اللقاء العابر هذا ساوى سالفة وقصة لها أول وما لها آخر البنت لما شافت الدكتور مردردها شعرات ومضبط أموره قعدت هي وياه على طاولة ساعة زمان وقال لها شو رأيتش نطلع نتفتل أنا وياك في شوارع دمشق وقالت ليش لا أو يطلعها في السيارة ويتفتله وياها ساعة ساعتين والدكتور مبسوط آخر رواق والبنت كذلك مبسوطة وهذا يفتلها من شارع إلى شارع ويطلعها على قاسيون على جبل قاسيون بالقرب من دمشق وهناك يحصل بينه وبينها التماس وفهمكم كافي المهم تأخر الوقت صارت الساعة تقريباً اثنين ثلاثة بعد منتصف الليل قرب الشيخ يأذن الفجر ويقوم يرجعها على السيارة على سيارتها سيارتها أمام النادي كلوب هذا النادي الليلي وهو ركب سيارته وهي ركبت سيارتها وكل من راح في حال سبيله في اليوم الثاني يجي كذلك الدكتور على النادي هذا يدور على سيلفانا بسمى بأرض البنت ما لها وجود أبداً يدور عليها من هناك الرجل كذلك انسحر بجمالها أهبلته للدكتور والدكتور ماجد أعزب ما هو متزوج حط البنت بباله ونوى أنه يخطبها يعني يتزوجها رسمي وشاف أنه هذه هي شريكة الحياة وهي فتاة المستقبل لكن البنت فصم الحذابة يدور عليها كل يوم يجي على النادي بعض الأحيان يكون عنده عمليات يكون عنده نسوان جاء يتولد دور عليها أسبوع أسبوعين ثلاث شهر شهرين البنت ما عاد له وجود أبداً وين راحت ما يدري واللي حصل بينه وبينها ذاك اليوم لا هو خذ رقم تلفونها ولا هي خذت رقم تلفونه ولا يعرفها وين ساكنه ولا يعرفها بأي حي لكن عرف أنه البنت من يعني موليد روسيا وجاي يتمضي لها كم يوم في دمشق لكن ما عاد تروح من باله ومخيلته ما خلوا وسيلة لكن ما عثر عليها أبداً نرجع على سيلفانا سيلفانا الولد هذا رامي راقبها وعلى قد ما حبها وتولى فيها على الرغم أنها ما هي ما يعطيته وجهه بنوب لكن صار يعرفها وين ساكنة وين تروح وين تجي البنت ما عاد تجي على النادي هذا اللي تجي عليه كل أسبوع ولا كل يوم صارت تروح على نادي ثاني البنت بعد اللقاء اللي حصل بينها وبين الدكتور رامي ولا تروح حامل بعد تقريباً شهرين ثلاث وتحس على حالها وأنها حامل وبدأ بطنها يبين شوي والبنت صحيح يعني ما وليد روسيا وعايشة في روسيا لكن كذلك أبوها عنده علاقات وعندها خوال وعندها عمام وعندهم معارف يعني بالنهاية راح تتقيد في العادات والتقاليد يعني أقل ما يمكن بالحد الأدنى وفي النهاية الكل يعرف أنه سيلفانا ما هي متزوجة وبكرة راح يبين بطنها وراح يعني تولد والناس ودا تقول وتسولف ورامي لاحقها على الدعسة وبعد ما حست بأنها حامل وعلشان تتجنب المشاكل اللي راح تقع فيها ورامي هذا كل يوم وين تروح على أي نادي على أي مطعم طبعاً بعد ما يخلص شغله ويمضي كلها السهرة يلاحقها والولد صمم على أنه يتعرف عليها أو يتزوجها أو المهم حاط هدف بباله في يوم من الأيام قعدت سيلفانا وقالت لك هالولد هذا صار لفترة منزم أنه يلاحقني هي حاسة فيه وشايفته لكن ما هي رضيانة تعطيه وجه الظاهر أنه قلبها حاسة أو عارفها نتو أنه منتف وحافي لا وراه ولا قدامه لكن قالت لك بما أنه هذا مشتريني وصار له فترة يراقبني وحابني ورايدني خلينا نزبط الوضع معه ونشوف شيني سالفته المهم بسهرة من السهرات البنت اعطت ابتسامة لرامي ورامي ما أصدق على أنه شاف سنون البنت وهي تضحك له وغمزات وغمزة المهم جي قاعد عندها على الطاولة وتعرف عليها وولد ما هم صدق أنه فعلا البنت يعني سمحت له أخيرا يقعد قبالها ويسولفها ولا البنت لما قرب عليها أجمل بكثير من بعيد تقول له ها أنت من وين وكذا تعرف عليه هذا مثل المسطول أن سطل فيها المهم ما لكم بطول سيرة تعرفت عليها تعرف عليها وعطته ريق حلو وحصلت بينه وبينها علاقة حب من طرف رامي لا صارت ولا جرت ولما عرف رامي أنه البنت هذه أبوها غني والغني يلا عز وجل أو عنده فلوس ورجو الأعمال في روسيا قال لك هذه هي جت على رجليها هذه بكرة أتزوجها وأطير على روسيا أصير مدير أعمال أبوها وأصير ألعب بالدولارات وسيارات أملاك وصار يعيش الأحلام الوردية المهم وظل سيلفانا ورامي تقريبا شهر ونص والبنت بطنها بدأ يبين ورامي قاعد يشوف الوضع قالها شنو هذا شنو الموضوع شنو السالفة قالت له السالفة وما فيها أنا حامل وصراحة أنا حبيتك وخلينا نتزوج أنا وياك ونعيش حياتنا لكن بشرط شنو الشرط قالت اللي بطني ما أنزله وما لك شغل فيه ورح أخليك تعيش حياة تحلم فيها طبعا عرفت أنه رامي حافي منتف ما عنده شي شغيل عامل عادي يعني وشرطت عليها الشرط وقالت له راح أخليك تركب سيارة آخر موديل يحلم فيها كل شاب وبيت وشقة والأمور على الأربعة وعشرين إيش رايك يا رامي رامي ما تردد ها أقبل ما أقبل المشكلة البنت جميلة وكذا لكن اللي بطنها هذا وشلون قاعد يحسبها براسه وقال لك يعني أنا أهمي أتزوجها وصحيح أبه لكن لما شاف الموضوع أنه البنت حملانة بطريقة غير شرعية وما يعرف أبو الولد منه لكن السالفة فيها سيارة آخر طراز وفيها بيت أو فيلا وفيها بعدين طلع على روسيا ويجيبها ذاك اليوم على أمه يا الله خليني عارفت على أمي أم رامي لما شافت سيلفانا البنت رغم جمالها لكن أول ما انتبهت أم رامي على بطنها أولا البنت بطنها مبين صحبت ولدها رامي على جانب قالتي ولد منها المرأة شين المرأة اللي جايبها علي قالها يا ماما هذه البنت صراحة يعني أنا حابها ودي أتزوجها قالت يخرب بيتك ولي بطنها هذا شنو قالها والله يعني عرفت أم رامي أنه في غلط في الموضوع قالت دير ما لك والبنت هذه ما تلزمك وطبع رامي ما قال لها أنه البنت حامل من حدا غيره قالها حصل خطأ بيني وبينها وقالت يا ولدي البنت هذه ما تلزمك وإذا تزوجتها تراني أغضب عليك يا ماما يطولت يقصرت يا عيني رح أركب سيارة ورح أعيش في فيلا وأخليش تنسي الأسى والذل اللي كنت عايشته قبل وأخليش تلعبين بلو فلوس لعب ولا أسافر أنا وياك على روسيا ونعيش حياتنا هناك وبكرة أصير رجل أعمال قالت يا ولد أتركك من الأعمال وأتركك من الدولارات الإنسان بلى كرامة ترى ما يسوى شي والبنت هذه يا ابني ولا ما تلزمك أدير بالك وأبعد عنها لكن رامي لا حياته لمن تنادي أول شي عشقان البنت وهيمان فيها وصاروا فترة منزم أن يطاردها من نادي إلى نادي ومن مطعم إلى مطعم وفي النهاية قرر أنه يتزوج من سيلفانا ومسيلفانا كلمتها لها وقالت أنا لقيت شاب وتعرفت عليه وشاب محترم وكذا شذبت عليهم وأبوها كان في روسيا عنده اجتماعات وعنده مصالح وأشغال والشغل طامر وطمر ما يقدر يجي وقالت لازم أتزوج والشاب تقدم لي المهم وافقوا على الزواج وقالوا لها ساعة المباركة أو يزوج رامي من سيلفانا وكل ما يجي على أمه تطرد أمه من البيت قالت مازالك تزوجته لا أنا أمك ولا تعرفني ولا عرفك طلق المرأة هذه وتجي لعندي صارت العلاقة بينه وبين أمه علاقة سيئة جدا وهذا رامي عاش حياته اشترت له سيارة موديل 2006 موديل سنتها وسكنت هوياه في أرقى الشقق في العاصمة دمشق في حي راقي جدا افتحت له حساب بالبنك صار يلعب بالفلوس لعب عايش حياته بالطول وبالعرض واللي يطلبه رامي يصير والولد ما عنده مشكلة أنه هي حامل من حدا غيره وقال لك إذا هي مهم دوري يعني أنا في النهاية بكرة فترة منزمة بعد ما تولد وهذا أركب أنا وأطير على روسيا وهناك أحصل على إقامة وأصير مدير أعمال أبوها وهذا تفكير رامي يعني المهمة تروح الأيام وتجي الأيام سيلفانا لما تزوجت رامي كان صار لها حامل أربع شهور وباقي لها خمس شهور تقريبا لحد ما تولد وعرض عليها موضوع أنه تسوي إجهاض وبلها الولد وخلينا نخلص منه لكن سيلفانا قالت أنا هذا شرطي شرطي أني ما أسوي عملية إجهاض والحمل هذا ودي أكفي رامي رضى بالأمر الواقع وفلوس وسيارة وروحات وجيات وعايش حياته وصار عايش حيات الأغنياء يلبس أفخم اللباس يروح على أغلى المطاعم يعني كل شي صار من أحسنه سيلفانا لما كانت وهي حامل تروح على طبيب عندها طبيب نسائي خاص تروح تراجع عنده شهري تشوف أمور الحمل وهذاك اليوم لما خلصت فترة الحمل وعلى نية الولادة الدكتور هذا اللي تتعالج عنده ويمشرف على حالة الحمل كان عنده مؤتمر مدروين في إحدى الدول العربية ويطيرها ذاك اليوم المهم في ليلة من الليالي جاها أعراض الولادة ويسعفها رامي على أحد المستشفيات دخلوها غرفة الولادة وهذه تصيح وتنيح وطلبوا الدكتور المناوب في هالمستشفى من الدكتور المناوب في المستشفى اللي هو الدكتور ماجد الدكتور ماجد الرجال كان مناوب هذي تشليلي في المستشفى وجاء على المرأة هذي ولا يتفاجأ أنه هذي سيلفانا مثل كأنك ضربته كف على وجهه وهذا خلال هالفترة اللي مرت ما عجز وهو يدور على طول يدور عليها لكن لما شاف سيلفانا بعد يعني انقضاء هالفترة هذي والمرأة حامل كأنك يعني صعقت وصعق المهم كطبيب لازم يقوم بالمهمة والواجب وهي شافته وجدت عينها بعينه لكن هي وين وهو وين مرة جايها يعني عراض الولادة وتحرفون المرة ما تولد يعني تشوف الموت بعينها لكن شافته وشافها المهم بعد ما ولدها الدكتور ومشت الأمور على خير الدكتور صار يضرب أخماس بأزداس والمشكلة موهين المشكلة انه رامي تذكر الدكتور تذكر انه اطلعت هي وياه قبل فترة من الزمن حوالي سنة اقل من سنة يقول الدكتور هذا وين شايف وما وين شايف ويتذكر انه سيلفانا هذي بيوم من اليام اطلعت مع هذا الشخص لكن ما يعرف هو دكتور هو مهندس هو صايع ضايع ما يعرف عنه شي المهم تذكر الدكتور لكن سكت ولا جاب سيرة ابدا وحاول انه يطلع من المستشفى هو زوجته بأسرع وقت ممكن لكن الدكتور ماجد صار يماطل بالموضوع ووده يعرف شين السالفة وشلون هذي يعني طلعت هي وياه ذاك اليوم وشلون متزوجه المهم ويجيه هذاك اليوم على اساس يعني كطبيب لازم يشرف على الحالات اللي النساء اللي مسوي عمليات اللي بحاجة الى اشراف فيجي لعندها هي في غرفة خاصة السلام عليكم وعليكم السلام قالها يا بنت الناس انتي شلوان سويتي فيني وانا ظليت ادور عليش بالليل وبالنهار وما خليت نادي وما خليت مطعم انتي وين اختفيتي بعدين انتي عشمتيني فيش وحبيتش وبعدين ليش ما قلتلي انه انتي متزوجة قالت والله يعني ليش شنو الموضوع يعني ليش تدور علي وليش قالها يعني احبيتش وردتش وردت اتزوجت واتقدم الخطبتش لكن ما خليت مكان وين اختفيتي انتي ومنين هذا اللي بطنش وشنو السالفة قالت يا دكتور ماجد انا لما تعرفت عليك لا كنت متزوجة ولا نخاطبه ولا من يحزنون وصار اللي صار انت من طريق وانا من طريق الان انا امرأة متزوجة وعندي زوجي لكن من خلال الحديث من سالفة الى سالفة فهم انه صار لها متزوجة ابو خمس ستة شهور وشلون مرة هذي الجنين اللي ولد وهذا الولد يعني ولد مكتمل وما هي ولادة مبكرة وبدأ يحسب الايام وصار يرجع للقاء العابر اللي يلتق هو اياه فيها واصلا هذا اليوم ما هو ناسي ابدا صار يحسب اليوم وكذا يضرب الساعات يضرب الايام الاشهر قال قال لها اصلا من هذاك اليوم الهذا اليوم صار لش تسع شهور بالتمام والكمال ويمسك الدكتور ماجد الولد ولا الولد هذا قطعة منه صورة طبق الاصل بس الولد هذا صغير وهذا دكتور شبير المهم فهم منها انه صار لها فترة منزمة متزوجة وحاول معاهم من هناك لكن قدر يحصل تلفونها كانت المرأة في وضع وحدة طالع من عملية ولادة ووضع صعب حصل على رقم تلفونها وهذا زوجها رامي طالع رايح جاي وما ودوا يشتلقون عليه ما ودوا يساوي مشكلة هي حاولت تختصر الموضوع وقالت انا متزوجة وهذا زوجي المهم طلعت من المستشفى لكن رامي ما هو مرتاح قال لها شنو الدكتور هذا ومنين تعرفينه وشنو قال له وما شنو قالت ما قال شي دكتور جاي يشرف علي هو الدكتور اللي يسوى العملية يعني شنو دوا مني قاعد يسألني على شنو يوجع شما يوجع وهي سوال في دكاتري يعني رامي بلع السالفو يعني حاول ما يكبر المشكلة وقال لك يمكن علاقة عابرة حصلت بينه وبينها لكن الآن حية زوجتي وملكي وعايش حياتي أنا المهم رامي حاول يختصر قدر الإمكان وما دقق على هالسالفة مر أول أسبوع عشر تيام خمسطعش يوم شهر زمان الدكتور ماجد صار كل تفكيره وكل مشاعره وعواطفه عند سيلفانا وعند الولد اللي جابته عنده صديق يعمل معاه فيه المستشفى دكتور يشوف الدكتور ماجد شارد ومهم وبعض الأيام يتغيب يتحجج ما يجي على العمليات على المواعيد اللي حاط إليها فيه المستشفى ويمسك هذاك اليوم صديقه قاله أشوفك ما أنت الدكتور ماجد اللي نعرفه شن الموضوع شن السالفة قالوا لا يكون البنت هذه سيلفانا البنت الروسية يعني رجعت شفتها من جديد لقيتها ولا رجعت تفكر فيها لأنه كان يسولف وقبل وكان يعني يطلع معاه يبحثون عليها قالوا لقيت البنت لكن المشكلة أنه البنت حامل منها ذاك اليوم وصولف على السالفة بالتفصيل أنه هو اللي ولدها وهو اللي شاف الولد وأنه يشبه أنه يعني لما حسب الأيام يعني طلع الولد على الأغلب يقول هذا ابني هذا ولدي مستحيل وأنا ما عد أقدر أعيش بدون هذه سيلفانا وبدون ولدي ولدي هذا يتسجل على اسم زوجها وأنا ما أسمح لحد يسجل ابني على اسمه قالوا يا ابن الناس حط عقلك براسك أعلاقة عابرة وأنت شلون جزمت أنه أبنك يمكن من حدا غيرك مثل ما سلمتك نفسها يمكن سلمت نفسها لغيرك قالوا ولا ممكن هذا الولد ولدي يا ابن الناس لا تفتح على حالك أبواب مقفلة أو بعدين أنت الدكتور ماجد وأضرب وأطرح ولك مكانتك فيه المستشفى وسمعتك وعائلتك هذا رامي عفوا الدكتور ماجد من عائلة معروفة ومركزك وأتركك منها السوالف يا رجل قال له ولا ممكن ودي أعرف شين السالفة والبنت هذه ودي إياها وبما أني لقيتها الآن ما عاد أتركها ودي أعرف شين السالفة ويقوم يتصل عليها ذاك اليوم ويلتقي هو إياها رامي حاس على الوضع وراقبها ذاك اليوم ولا يشوفها هي والدكتور قاعدين في أحد المقاهي لكن ما قرب عليهم ولا ناغشهم ولا سولفهم أبدا خلها لما ترجع على البيت ويدخل عليها ذاك اليوم ويدخل على المطبخ ويدور في الأدراج اللي فيها السكاكين وفيها الصواطير صار يقلب بينها السكاكين هذي تذبح هذي ما تذبح هذي تقطع هذي لا هذي مدري شون ويمكن هذي ما تطبط بعدين قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طول بالك يا ولد ويشرب له كاسة مي ويرجع على سيلفانا هيا سيلفانا شنو قاعد تسوين انت والدكتور أي دكتور قال هاي لا تجذبين علي وأنا شفتش انت وياه في المقاهة علميني شينا السالف قالت السالف وما فيها انت مكبرها وانت مدري شنو وبعدين هذا دكتوري هو اللي يسوى لي العملية وقاعد يسألني بعد ما سوينا العملية ويسألني عن الأعراض يتطمن علي قال لها سالف هذي ما تمشي علي فكرتني انت ولد غبي ولا تضحكين علي هاي سالف تصير بالمستشفى تصير بعيادة ما تصير بمقهى أطلع من هالبواب قالت له ما لك شغل على لك شغل ما لي شغل عصب وطلع برا البيت ما ودو يرتكب جريمة ما ودو يحط المرابر قبته طلع ظل كل هالنهار ما جاء التالي الليل حط رأسه نام في صباح اليوم الثاني مسكها وقال لها شوفي لا تسوي لي مشاكل واتركتش من هذا الدكتور وخلينا نعيش حياتني يا بنت الناس أبعدي عنه ولا تردين عليه ولا تروحين ولا تجين البنت حاولت انها تساير رامي لكن كذلك قلبها صار عند الدكتور ماجد وتروح الايام وتجي الايام الدكتور ماجد ما تركها وصار كل فترة وثانية يتصل عليها وهي كذلك صارت ترد على هالاتصالات وصارت تلتقي بالدكتور ماجد وهذا رامي يراقبه من بعيد البعيد وصار يحسب هو يمسك نفسه على أذبحه وأذبحه كل يوم يتهدد ويتوعد ويجي يمسك السكين يعني بسه ما هو ناقصه إلا ينفذ يذبحه ويخلص منها السالفة لكن بعدين يقول لك يا ولد طول بالك يمسك هو يقول هتر أنا قاعد أشوفه شو عيب عليش اللي قاعد تسوينه وأنا زوجك فيه النهاية ويعني عيب عليش عند النهاية شنو تريديني أسوي مهما من كنت أنا فيه النهاية رجل يعني شنو تريديني أرتكب جريمة فيه ولا بالدكتور ماجد والدكتور ماجد كذلك يلح على سيلفانا خلينا نتزوج أتركي زوجك هذا وهذا ابني وأنا ما أتركه ويحني ضاعت الطاسة وكل مني شد الحاف صوبه راحت الأيام لحد ما صار الولد الصغير هذا عمره تقريبا سنة سنة وثلاث شهور وفيها ذاك اليوم وصلت سيلفانا ورامي إلى مرحلة سيئة جدا في العلاقة وصلوا تقريبا إلى شبه مرحلة الطلاق وكل من صار يروح يستشير محامي ورامي عرف الولد ما هو ولده وسيلفانا كذلك مودها الفضيحة والناس حواليها وخوالها وعمامها وأبوها والدنيا والدكتور ماجد بنفس الوقت ودوا سيلفانا ودوا الولد وتعال حلها إذا تنحل في يوم من الأيام سيلفانا طلعت من البيت ورايحة على المحامية تستشيرها ولما رجعت على البيت ولا تشوف الناس متجمعة ومتجمرة تحت البناية اللي ساكنة فيها وقايمة الدنيا وما هي قاعدة ورجال الأمن والإسعاف والدنيا كلها مجتمعة ما يعرفانا شين السالف لما قربت شنو الموضوع شنو السالفة ولا هذا ولدها متنتف تنتف عرفته من ملابسه أو تجي تركض وخير وشنو السالفة صارت تبجي مسكوها رجال الأمن مسكوها الناس على عرفوا أنه هذه أم الولد شوي ولا جاي رامي شنو السالفة يا جماعة قالت لا أحد يدبوحه إلا هذا رامي ويقومون رجال الأمن يعتقلون رامي ويأخذون هم اثنين على مركز الأمن وجثة الولد تم رفعها إلى الطب الشرعي اللي معرفة سبب الوفاء وشنو اللي حاصل مع هذا الولد ويتبين طبعا أنه الولد هذا واقع من البرندة من البلكونة البلكونة هذه تصير على الطابق الرابع الولد متشبه متشوه تشوه رحمة الله عليه ومسكوا رامي وبدوا يحققون مع رامي ومن هناك قال لهم مستحيل هذا ابني أنا ما أقتل ابني شفت واحد يذبح ولده وفعلا شافوا منهار ومتأثر على هالموضوع وقال لهم ما أحد يذبحه إلا هي هي اللي ذبحته وليش بدها تذبحه وقال خليني ساكت أحسن أو يمسكون سيلفانا يا سيلفانا زوجتش يقول أنه أنت ذبحت الولد البنت كذلك في وضع كان سيء جدا يحاولون يستجبونها من هناك آخر شي قالت يا عمي مستحيل امرأة تقتل ولده ليش أنا ودي أذبحه يعني مشان شنو ما أحد تذبحه إلا رامي رامي هذا أصلا ما هو أبو شلول ما هو أبو شنو تقولين يا بنت الناس هذا زوجتش قالت مثل ما أقولكم هذا ما هو أبو يعني هذا اللي عندي ويرجعون على رامي يا رامي أنت تقول أولدي والمرأة هذه تقول ما هو أولدك قال لا أولدي وهذه تذابة ومقطعة وموصلة وحسبي الله عليها وعندها علاقات وعندها المهم في نهاية جات صيرة الدكتور ماجد شنو الدكتور ماجد قال الدكتور ماجد هذا هو اللي طلع لي وخرب حياتي ويروحون يجيبون الدكتور ماجد تعال لي يا دكتور ماجد شنو علاقتك بسيلفانا وزوجها رامي وشنو الموضوع قالوا لهم رامي ما أعرف ولكن سيلفانا أعرفها ولكن أنت وليش جايبيني يعني أنا دكتور واعتقلتوني في المستشفى وجايبيني بطريقة يعني ما هي زينة وكذا قالوا يا دكتور أنت الآن متهم بجريمة قتل قتل منه قالوا قتل ولد سيلفانا هذا الدكتور ماجد لما سمع أنه أولده هذا ميت أو مقتول وقع بالأرض وحاولوا يصحونه يا جماعة شن السالفة شنو الموضوع قالوا أنت الآن متهم بجريمة قتل وودك تعترف شلون قتلت الولد طبعا رامي صار يقول أنه ماجد هو اللي قتل الولد هو بسيلفانا الدكتور ماجد خوفا من الفضيحة وبيسيلفانا كذلك خوفا من أهلها يسألونها من الولد والقضية راح تنتشر وراح أكيد تصل لأهلها بينما سيلفانا صارت تقول لا اللي قتل الولد رامي لأنه ما هو أبوه وأصلا يكره ولا يقرب عليه أو تعال حلها إذا تنحل في النهاية قدرت سيلفانا أنها تثبت وجودها عند المحامية اللي كانت رايحة تستشيرها في وقت الوفاة ولما جت لقى الحادثة أمامها وكذلك الدكتور ماجد كان في وقت وقوع الولد من البرندة كان في غرفة العمليات وعنده عملية ما ظل الآن غير حديدان بالميدان ما ظل غير رامي وبالضغط على رامي ويعترف رامي هذاك اليوم بالجريمة اللي ارتكبها قال أنا صراحة عضيت على أصابعي ويعني رضيت بأنه البنت مساوي علاقة وحامل وقلت يا ولد حطعة جرح ملح وكان همي أني أعيش حياتي ويعني أعتبر أنه الولد هذا مثل ولدي وفعلا أنا كنت ناوي على هذا الشيء وقلت يا ولد بكرة تطلع على روسيا وتعيش حياتك وتطلع أنت وأمك على الرغم أنه أمي كانت معارضة هذا الزواج وفي نهاية هذا اللي حصل لكن لما شفت اللعبة وشفت أنه البنت صارت تلعب علي وتطلع على عينك يا تاجر وتلتقي مع الدكتور ماجد صراحة حاولت أكثر من مرة أني أقتلها وأقتل الدكتور لكن جيت هذاك اليوم أم عصب ووزعلان وطلع الولد بوجهي بعد ما طلعت هي من البيت طلعت أنا تمشي شوي ورجعت على البيت أو يطلع الولد بوجهي وأمسك الولد وأرميه من فوق البلكونة وأطلع من المدخل الخارجي للعمارة ولا حدا شافني ولا من شاف ولا من دري وهذا اللي جرى وهذا اللي صار طبعا جابه رامي ومثلت جريمة وتم تقديم رامي للمحاكمة وتم الحكم على رامي هذاك اليوم بالإعدام شنقا حتى الموت وسيلفانا دخلت في حالة نفسية سيئة بعد ما فقدت ولدها وبعد فترة من الزمن تركب طيارة وتروح على روسيا رجعت على روسيا ولا عاد رجعت على سوريا أما بالنسبة لدكتور ماجد دكتور ماجد كذلك دخل في حالة نفسية سيئة بعد ما تم إجراء فحص الدي ان اي بين الدكتور ماجد وجثة الولد وطلع فعلا أنه الولد هذا يرجع لدكتور ماجد وكانت هذه نهاية القصة طبعا القصة فيها الكثير والكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال ومجريات أحداثها القصة مثل هذا رامي ركض وراء الفلوس وراء سفر على روسيا وراء المظاهر وفي المقام الأول ما رد على أمه أمه اللي ربته كل شبر بنذر وقالت له أغضب عليك إذا تتزوج البنت هذه لكن فيه النهاية ما رد على أمه ولحق عواطفه وشهواته وركض وراء البريستيج والسفر فيه النهاية ما حصد شيء وفيه النهاية خسر شبابه ووصل نفسه إلى حبل المشنقة وهناك الكثير من العبر اللي نستخلصها من خلال مجريات وأحداث القصة فيه النهاية لا تنسونا من اللايك والاشتراك بارك الله فيكم واللي عنده أي قصة يحب يرسل ليها وأرويها فيها القناة لا يتردد أبدا عن طريق رقم الواتساب اللي تلاقونه في التعليق المثبت دائما وفي لمحة القناة واللي راح نقوله الآن 0962 790 150 202 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر